اهلا وسهلا بكم مع عزيزي المشاهدين مشاهدي قناة الصحة والجمال وحلقة جديدة مختلفة من برنامجكم لمسة ولعبة بالاشتراك مع سايكو كورة فكرة الدكتور ابراهيم العقال وحلقة النهاردة حلقة مختلفة جدا وهي بعنوان سايكو سوماتيك اسمحوا لي الأولى رحب بضيوفنا ورحب بزميل الأول كابتن ندر شوان أهلا وسهلا بك ورحمة الله 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 ورحم برنامجنا النهاردة لمسا ولعبة وسايكو كورة بحلقة الخاصة النهاردة بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المشاهدين أهلا وسلم بكم اليوم في حلقة جديدة ومختلفة تماماً حتى في المسمى العلمي فكرة الدكتور إبراهيم العقاد في البداية هنتكلم على إيه هو السايكوماتيك الأمراض الخاصة أو الأمراض الشائعة بين لعبة كورة بداية أنا راحب الدكتور راين مرة تانية أهلاً أبداً أزيك دكتور مرحباً في الاستوديو في البداية عايز أعرف يعني إيه المصطلح أو المسمى العلمي لكلمة السايكوماتيك السايكوماتيك ده عبارة عن حاجة بنسميها نحن تأثير النفس على الجسد بمعنى؟ بمعنى مرض بيشخص النوع عضوي واحد عنده عشان بيشخص المشاهدين بس هنشرح شرعهم بسط يعني هو نفسي جسدي يعني واحد عنده شوية مرس فبيروح بقول له والله قولون تعبان القولون مثلاً قولون بيبقى تعبان والله الدكتور بيكتب أدوية بتهدي القولون شوي زي مثلاً القولون العصبي مثلاً فهنا بيبقى أثر المنشأ بتاع المرض حالة نفسية سيئة توتر ألا ما بيجيش من خلال إصابة مباشرة واخباله لكن بيجي من خلال اللي هي الحالة النفسية السيئة من توتر وانفعلات واسترس وضغط عصبي وكده فموضوع السايكوسوماتيك ده موضوع مهم جداً لأن أثبتت الدراسات العلمية أن أكتر من 90% من الأمراض اللي بتعرض لها الإنسان هي جاية من موضوع الحالة النفسية للمريض سبحان الله يعني فالسايكوسوماتيك ده موضوع خطير جداً لأننا ممكن أكون عندي مثلاً قولون العصب التعبان مغض عليك هل لو الحالة النفسية مش مهيئة أن أنا أقدر العلاج يأثر من الحالة النفسية أثر عليك والله يا كابتر نادر ده فيه ناس بيبقى عندهم أمراض أكتر من كده فاهمني وبياخدوا علاجات ما بيجيبش نتيجة وبيوحي يعمل إشاعات بيقولوا ما فيش حاجة بيإصناقة الدم اللي مثلاً مرتفع طب ارتفع منين فاهمني ده النتيجة للحالة النفسية الحالة النفسية اللي هي التوتر والانفعال والسترس اللي هو الضغط العصبي المستمر واحد اتعرض لحالة حزن شديدة مش قادر يطلع منها واحد اتعرض مثلاً لزوجة اجتماعية جديدة فاهمني وإحنا كلنا في مجتمع وبنتعرض كلنا للموضوع ده طب ده دكتور يخذنا لسؤال تاني ما هي الأمراض التي سببها السايكو سومتك وخصوصاً لدى لعبين كرة القدم والله يا كابتن عبد الرحيم الأمراض كتير أول بس احنا نسكر منها بعد الأمثل الربو بتاع الأطفال الربو الشعبي ده ده من ضمن الأمراض السايكو سومتك سبحان الله يتقول لي الربو طب ده كحة وبرد وبرد دول 90% ما أنا بقول لك من ضمن 90% من الأسباب سايكو سومتك اللي هي الحالة النفسية واخبالك أرحة مثلاً الاثنى عشر كرحة المعدة العادية دي من ضمن أسبابها النفسية عندك ارتفاع ضغط الدم الصداع النسفي حتى السمنة يعني الصداع النسفي برضو من الحالة النفسية 90% منه حالة نفسية ده ده الدراسات هي اللي قالت كده كسور الشريان التاجي في القلب سبحان الله يعني ما مرض برضو خطير زي مرض القلب ده برضو من ضمن أسبابه اللي هو السايكو سومتك روماتيزم المفاصل سبحان الله يعني الكلام ده كده والأمراض اللي هو مهما تديها أدوية ما عليكتش الحالة النفسية العادية دي ما فيش الفكتة ما هو احنا جايبين للحالة النهاردة على سبيل السادة المشاهدين برضو يستفادوا وفي نفس الوقت ربطنا بموضوع لعيبة كرحة القدم لأن لعيبة كرحة القدم هو عضو في المجتمع وبيتعرض لضغوط اجتماعية وضغوط نفسية وحالات مختلفة طب هل التفل يا دكتور رسولي عطاعت كلام التفل اللي مثلا عنده التهابري قوي وبتدوله علاجه ما تعليقش حال ده برضو حالة نفسية الطفل وصل لمرحلة اللي بقى عنده حالته نفسية ما هو أنت ما تعرفش كل حاجة على فكرة بأن أدم أول اللي فيه طفلة عنده حالة نفسية سيئة ممكن يكون الولدين بيتخنوا قدام ممكن ما يكونش أنا آسف يعني ما بيلبش احتياجاته عنده مثلا عايز يشتغل لعبة حلو لكن أبوه ما معهوش الامكانات المدية يشتغلوله فبيكبت جواه كل حاجة فيه في نفسية الطفل دي مهمة جدا يعني نفسية ده ده فيه يعني لازم ده فيه تخصص خاص باللي هي بالحالة النفسية للطفل حتى أندر سيئة اللي هو تحت 6 سنين طب ده يخدنا لسألة أنا دكتور بالنسبة للبعض الأمثلة اللي عيبتوا الكرة حصلت لهم بعض الظروف أو السايكوماتيك لا تأثير عليهم ممكن نعرف أمثلة حقيقة كده من والله يا كابت النادر الأول لازم نقول برضو في الفحص الطبي لما معنش يعني ما نكمل نهاج دي لما بتوح تعمل تحليل لأي من الأمراض دي ساعات ما بيطلعش بفحص طبعي بيقول كده لكن الدكتور مش أخص المرض فبيقول طب التحليل ما بتقولش طب ازاي فإحنا بنلجأ على طول للسايكوسوماتيك دي معلومة من أشهر لعب الكرة اللي هو من الأعلمين اللعب إنكا إنكا ده كان حارس مرمى ألمانيا ده لعيب دولي وحارس مرمى ألمانيا الغربية واخر بقى لك أهو مفيش غربية دلوقتي تبقى ألمانيا لأنه كان بيلعب في الألفنات إنكا ده حصل له حاجة غريبة جدا كان لعيب دولي وبيلعب في منتخب ألمانيا وفجأة وكان عنده بنت أموها كده ما شاء الله طب هو بنانع لأن البرنامج بتاعنا بيبقى متسلسل معنا جزء من الحلقة السبقة طب نشوف وقولنا في الحلقة السبقة ماشي تصدر الرياضة هي علاقة الاتراب السلوكي برياضة في التهزيم إحنا كل واحد يبقى تلع عمل حاجة وقول لك لا ده ولله ده عنده سوق أخلاق ده أهله ما رفوش ربوه ده حصل مش عارف إيه يا جماعة أولا الاتراب السلوكي ليس مرض هو عرض أنا آسف يعني عن فرق بين الاثنين في حاجة اسمها مرض وفي حاجة اسمها عرض المرض هو المرض اللي هو بيتستمر مع الإنسان أو ما بيصيبه إلى الممات عبارة عن بقى جلسات نفسية وبنحاول نعالجه ويرجع وياخد أدوية ده المرض أما العرض فهو الاتراب السلوكي عبارة عندنا في تفسيري أنا هو عرض بيصيب البنات في مرحلة من مراحل عمره ممكن تيجي وأغلبية بتيجي في المرحقة أي أغلبية موضوع التراب السلوكي ده بيجي في سن المرحقة مرحلة المراحقة إستطاعي المرحقة وهنادي أمثلة كثير دلوقت عن اللعب من مرحلة المرحقة هي الليいてامية تنميز من تغيير السلوكي والتغيير السلوكي ده ماكنش فيه سيكولوجيا عشان كênة هربنيتكلم فيه الموضوع ده واخصوص عنه في الرياضة والأكاديميات فيه سيكولوجي فاهم الموضوع ده مش ازاي أو الولد بيطلع عنده اضطرابات سلوكية فيه اضطرابات في السلوكية مثلا يكون ايه عدواني ممكن يكون انا اسف يعني في اللبس اضطرابات جنسية فيه عاجات كتير جدا عزيزان مشاهدين ده كان جزء من الحلقة السابقة تكمل يا دكتور عن الامثلة الامثلة كنت بنتكلم على اللاعب انك اللاعب انك ده كان حرص منتخب المانيا وقبلك وحرص دولي ولعب ما شاء الله وكان حرص ممتاز يعني وقبل الاثنين وثلاثين سنة للأسف الشديد بنته جات لها سرطان وتوفت وكان بنت امورة كده ما شاء الله معاه في السورة جميلة يعني الله يعني كان مرتضب بيها جدا فحصل ايه جاله كتاب والكتابنا ما علكش فاني طبعا زيل على بنته جدا ده حزن شديد فحصل عنده كحالة بنسميه احنا ديبريشن صرته معنا دلوقتي على الهوال اه اه ده هو الموجود في السورة ده ما شاء الله شوفه عامل ازاي وراجل يعني في دولة اوروبية يعني عارف ان فيه علاج للامراض ولما بيجي له مرض بيروح للأسف الشديد ذهب بعض الاطباء ولكن الاكتئاب زاد عليه شديد عشان كده قلنا يعني هو لو كان معاه سيكولوجي صحف ومتخب علماني انا قاسف يعني مش هجوم كان ممكن نلحق حصل ايه بقى للعب عن كده بعد يعني ما بنته ماتت بسنتين خد بعضه وخد العربية وحط نفسه على شريط القطر حدثة مؤلمة جدا منتحر يعني ممكن الأمراض السايكوسوماتية تؤدي بينا للانتحار لو ما علوجاتش وهو لعب كوره هو مسأل حي قدامنا فيه مسأل تاني اهو ريستين بيسل اللي هو الرجل يعني ايه ماتوا دي جزء من الجنازة بتاعته يعني بعد ما توفاه الله فيه حالات بقى تانية زي مثلا عندنا الله يرحمه كابتن محمد عبدالوهد وكان فيه كابتن معنا يمكن كابتن نادي يتذكره كابتن اسمه كابتن رضا محمود رحمة الله عليه ده كان في دفعة الكابتن ده كان في دفعة الكابتن حسام حسن وبروم حسن وكان لعب سوبر يعني حاجة كده سبحان الله توفى قدامنا في الملعب كابتن نادي يتذكر يعني عشان كده احنا قلنا عمد الله عليه الدربات القلب وخفقانه والحاجات دي احنا يعني الناس دي بره في اوروبا بيعملوا تشيك كل 15 يوم كل 20 يوم عن لعيبة ومع ذلك بتلاقي لعيبة دولية زي اللي حصل في منتخب الكاميرو في بطولة كاس العالم القرات حصل عزم قلبيه حصل عزم قلبيه مات طب ده ده رياضي طب جتل عزم القلبيه منين فهو عشان كده انا بقول لك بالنسبة لله يرحمه كابتن محمد عبوهب قال لك ما كانش عنده حاجة خالص فجأة الراجل اللي يرحمه وقع اه قضاء وقع يعني ان الله وان الله يرجعون قضاء الله بس لما نيجي نحلل الموضوع اكيد كان في حاجة وغل للسبب في ضربات القلب اللي الشدت دي دخل العمل لا الراجل كشف عليه قبل فترة الاعداد كذلك الكابتن الله ورحمه كابتن رضا محمود نفس نفس الحكاية واخد بالك فاحنا لما نيجي نفكر ازاي ايه بقى هي امية السايكو سوماتيك اللي هو ان احنا ما بنعليكش بالادوية فقط ولكن لازم جلسات نفسية فردية وجلسات نفسية جماعية عشان كا احنا بننادي ان في الفرع الرياضي قبل ما يحصل حالات وفاة او قبل ما يحصل حالة اكتئاب زي اللعب انكا اللي هو اللعب المانيا ده وحالات وفاة زي اللي احنا شفناها حتى بعينينا انا وكابتن نادر وحالة الكابتن محمود مثلا مشور رحمة الله عليه وكلهم رحمة الله عليهم يعني لازم لو في سايكولوجيا يا جماعة الدنيا تهدى شوية يعني انا تعبان من حاجة فبروح بأعمل جلسة بنقعده في وسط مجموعة زي المجموعة الجميلة اللي عادي طيب يا دكتور بلاي ما هي اعراض مرض السايكو السايكو سوماتيك وازاي اعرف ان اللعب ده عنده عنده امراض من خلال الامراض النفسية اولا الاعراض بتاعة السايكو سوماتيك اول حاجة تغيير في سمات الشخصية يعني ايه تغيير سمات الشخصية واحد اللي ايه كان عقلان معروف عنه العقل كده والتضب وبتاع بقيته بتتشوش ما عندوش تركيز بيتكلم كلمتين من هنا وكلمتين من هنا بقيت ايه اللي حصل ايه اللي حصل للراجل ده ده من دون دي بيسميها تغيير في سمات الشخصية الرئاسية بتاعته وكان راجل عقلاني وبيتكلم بالعقل وبيتكلم بهدوء فجأة لقيته بقى عصبي فجأة لقيته فاهمني تعرف على طول اللي هو ده انظر اللي هو الاسترس او الضغط العصبي فاهمني انا تغيير في سمات الشخصية عندك مثلا تأثير تبيئة دولي بين الجسد والنفس يعني مثلا انا يجيلي شوية اصابة جامدة مثلا لقدر الله هل لو احنا سألنا سؤال مريض السرطان لقدر الله ما هي حالته النفسية سيف فجاله لقدر السرطان فأكيد حالته النفسية تعبنة جدا مهما لازم له واحد بس يعني يغضبك يرفع الحالة المعنوية عشان ما يخشش في اكتئاب ويخشه في حاجة مثلا مريض مثلا لقدر الله مرض لا رجاء فيه ده تأثير الجسد على النفسية النفسية نفس الحكاية أول ما النفسية تتعب اللي هرمونات احنا قلنا تتعب الدم اللي وصل المخ ما يشتغلش وبالتالي تلاقي الجسم كده تلغبط اللي يجيله مرز بقى هو وبخته جاله فيه ناس بيجيلها شد اللي احنا نتكلم عليه في العضلات وشد في الضهر وفكرات الرأبة والحاجات دي كلها من الحالة النفسية بس يتعب نفسية شوية تلاقي الضهر واجع واخب بالك بالنسبة للبراعم لو عنده حصله بعض الأعراض اللي هراجبة تقولها هل ممكن يتعرض للحاجات زي كنا ايوه اتعرض طبعا نتعرض لربو شعبي انا وانا صغير واخبالك كنت بالعبكورة اتغلبت مرة طلعت عيط جات لأزمة حساسية في الصدري ودون المستشفى سعيتها اهلي حصل فالحالة النفسية بتقصر لما كنت انا بالنسبة للبراعم لا بد ان هم يتعودوا من السن دون ان هم يتكلموا يتكلموا يبقى عندهم واحد يتكلموا معهم مكون تعباني يا حبيبي تروح للمدرب تروح للسايكولوجي مفوضي بقى فيه سايكولوجي طبعا الكابتن الكابتن ممكن يكون مسلا هياخد دوراته يبقى قاعد ياخد من على طول احنا بنسميها ايه في التحليل النفسي بنسميها تنظيف المدخنة نظف نظف يعني اتكلم نادر السايكو سوماتيك محال نفسية بتبقى أوليلة دي التنفس ده بيأثر عليهم بيأثر عليهم في التمرين بيأثر عليهم في الفكر بيأثر عليهم فالموضوع بتاع السايكو سوماتيك ده هو اللي احنا عايزين لغير فيه بيحصل لهم تغير في وزاقة في الجسم فجأة كده تقول يقول لك اه جنب واجعني نعمل له إشاعة مفيش نفتكر لقدر الله زايدة ولا حاجة بتبقى حالة نفسية بتأثر على جهاز من أجهزة الجسم حتى لك المشكلة بقى كبيرة عدم فعالية العلاج الدوائي يعني يعني راح لدكتور عندي اصداع خذ خذ التابليت ده اللي هو البرشيات مثلا ده خذ التابليت ما تعليقش ما خفش طب وبعدين طب ده بتاع الصداع يديله مسكن أقوى يديله أقوى فكده العلاج المسكنات دي مش هينفع وخصوصا مع غيادين بقى اللي احنا هندود ندخل فيها دلوقت لكن والله هو لو تكلموا فيه شوية مساجات احنا بنعملها فيه جلسات نفسية فيه حاجة بيسموها علاج روحاني اللي هو زي يبقى حاجات فيه حاجات كده كتير يعني التكنيشم يعني خذنا يا دكتور برنو للتأكيد لجميع الأندية لابد من وجود مؤهل سيكون دي حقيقي باقي ضرورية زي ما قالك لازم يكون فيه مؤهل يا جماعة موجود نظر لبعض العناصر الاسهاب وليه علاج دكتور إبراهيم لازم موجود مؤهل نفس في جماعة الأندية طيب ناخد اتفضل يا حبي صبر صبر سيد مضارب دلوقت انت كنت بتتكلم فيه نقطة كويس فيه مؤهل دلوقت هو أصلا ما بقاش فيه دكتور بيبقى مع الأكاديميات أو مع الفرق أصلا يعني وكيسي تلجو بتنزل الولد جاري كويس انت كده انت عرفت انت عنده ايه ضعف الإمكانيات يا دكابتن سيد لا أرجو كل الأندية وكل الأكاديميات يبقى عندها زي ما انت قلت حضرتك لازم يا الدكتور يكون موجود انت دلوقت بتتكلم ان الولد مثلا هو انت عرفت عنده ايه اللي نزله ده العيد زيه زيه اللي نزله ده العيد أنا فهم يا كابتن سيد لابد عنده من الوجود اخصائي لعلاج الطبيعي دكتور واخبالك الحاجة التانية دلوقتي بقت ملحة بقى سايكولوجي والحاجات دي لازم الاهل يتفهمه يعني برضو نتكلم في الموضوع اللي هو فلوس الأكاديميات لازم لو يرتفعك بس عندي دكتور وعندي سايكولوجي وعندي وحنا هنشتغل لو الأكاديميات ما تتمغنش كل يوم زي الأندية هي يومين يعني راجل هجي لك بعد ساعات العمل في يومين فياخد مرتب قليل على قد اللي هو جاي دكتور ملاعب أصابات ملاعب سايكولوجي فلازم برضو الناس يتفهمهم الحاجات دي بقى الضرورية بقى الزي زي زي الزمان ادلو كيستالجو زل تطور العلم دلوقتي ما لازم كبتنع برحي ده اللي احنا بالندي بيه لازم برضو اولاء الامور مش المداربين بس برضو اللي اكون فرامكم يعني يا دكتور خلينا برضو نروح لنقطة أساسية حباكونا بيكاني فيها في الكواليس قبل منطف الهواء اني لازم الأكاديميات على الأقل اللي تعمل يا جماعة يوم في الأسبوع لمحاضرة عن ايه هو السايكوماتيك او المستعيل امراض اترابط السلوكية لازم كل يبقى في المحاضرات لكده الالكابتن ده في اليابان اه عايزين نعملها في مصر ايه المشكلة يعني احنا عادينا هم مع بعض جروب سرب يعني ايه المشكلة اه واخد بالك والأولاد ييجوا كل واحد يقعد ونتكلم ونتفرغهم وانا من خلال خبرتي بحط عيني على اثنين ثلاثة بقولك بعد الجلسة هتوم لدول بنقعد معه بقولك اخد بالك منه كذا 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 ده لو مرة واحدة في الأسبوع انا عدت عليك خلاص الدنيا هتتنظم لغاية ما نشوف صح الموضوع الكبير اللي احنا شغالين فيه المشروع بتاعنا ده هيوديننا فين لغاية كذا دي من ضمن يعني الحلول اللي احنا لسه كلنا بكلم مع كابتن كابتن قبل قبل الهوية دي حاجة اه نفض رأي سيف فضل يا سيف انا اسمي سيف دي من محمد بلعب فكذبية الفتاة الزهبية على يا سيف وعايز اسألك يعني مثلا لو انا عندي اجهاد في التمرين اكمل التمرين ولا ولا اعود طب ايه نوع الاجهاد يعني عضلاتك تعباك يا سيف ولا تبرعك مصدعة ولا عندك برد ولا ايه ايه نوع اه اول ما عضلاتك تتعب تروح لكابتن على طول وانا هنا بناشد الكابتن بالذات البراعم والاطفال بس ما يكونش كده وكده يعني اول ما يروح له يا جماعي يبقى الرجل ده وصل لحالة دلوقتي لو زاد مش هيجي لك التمجين اللي جاي ولو جالك التمجين اللي جاي مش هيجي اللي بعدي هيقع هيقع فهو ده اول نسمع بقى الاطفال شوي يعني رسالة للمدربين نسمع اللعيبة فهمنا قام ازاي زمان بقى بقولك ايه كمل وانت مش عارف ايه وانت لا احنا هيجي لللعيب الراجل بس كن بقى فيه هونست كده يعني فيه امانة في الحديث والله تعبان تعبان وانت ده اللي اللعيبة كلها يعني اللي تعبان بيروح بالمدربة والله انا مش بس واحد بقى مش عايز يجي الاسبرنتات والتحمل والحاجات الكابتين نادر عرفها فيجي الواصل الرجلية او الشريح كا هو اللي بيخسر يبقى تنقربك والمدربة ازاي يبقى اتفاضل لحبيب ومسلا لو لمسخنتش قبل التمرين اه هيحصل لحاجة لازم تصاب طبعا تسخيم مهم جدا 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 واخبالك قبل التمرين وقبل التدريب وقبل كل حاجة قبل حتى وانت بتلعب مصحبك في المدرسة لازم تسخة تعمل استراتش بتاعك تعمل اطلاب بتاعتك تسخن كواس اوي وتخش في الملعب مش نسمع رأي بيتو انا لاي محمد احمد عبدالعزيز بلعب في الملعب هوف ليفت من موليد 2007 انا عايز اسأل سؤال اتفضل حبيب ازاي مسلا لو انا في الملعب كابتن صبر يعرف مسلا اللي انا تعبين عندي ارتباط سلوكي اترباط سلوكي اترباط سلوكي اه لو حضرتك بقى يعني انت جاي كده كابتن هيجي عندي بقى وهياخد كم محاضر حلوين كده ان شاء الله يفهمك هيفهم بقى انت مثلا اسمك ايه يا جميل محمد احمد عبدالعزيز كابتن محمد بص كابتن صابع عارف ان انت لعب كويس فجيت النقر ده عملت ميس باس كتير اوي مش في حالتك كل ما تجيلك الكورة تعدي ميس باس تديع الفرقة التانية مش قدي توعف على رجلك مفيش جريبك كويس حالتك الفنية مش كويس هنا كابتن مع الخبرات بقى ان شاء الله يشرفنا يعني هبصت ليه وقاللك تعالى محمد انت النقر ده فيه حاجة بعد التدريق فيه حبيب حاجة حيعرف على طول احنا هنا بنعمل حاجة من حالتك الفنية نعرف نفسيتك ومن تعديل نفسيتك نعدل حالتك الفنية يا رب يكون يعني الجملة فهمة في امتاعي نسمع عزوان ربنا يكون ان شاء الله طيب نسمع عبدالله حمدي انا اسمي عبدالله حمدي لاعب في اكديمية الفاتي الزهبي كويس مولد ايفون ستة مكاني في الملعب هوا اهلا نحن وكادة كابتن صابر سيد وكابتن محمد سامير وكابتن نحمد عشري انا عايزة سأل سؤال لو مكاني لو في الملعب جاي شد شد كبير ام كابتن سوء اطلع ولا اكمل احنا اتفقنا دلوقت كلنا مع بعض اللي يتعب اللي يجيله شد اللي يجيله اي حاجة على طول يغفع ايده ويروح ليه الاصابة هتتفاقم ويقول الكابتن وسيادتك يكون بقى بتلعب موتوشة ونفسياتك مرتفعة زي ما احنا بدتكلم دلوقت هتيجي بعد كده هتقعد هتتعور هتتعب فا احنا مش عايزينك تتعب وعايزينك تستمر اول ما يجيلك شد هتعرف ترفع ايدك للككابتن بس يكون من جواك فعلا ايه في شد هل اللاعب الصغير في سنة عنده شد عضلي حقيقي حقيقة موجود ليه ما عنده جهاز عضلي هو وعضلات وعصاب يعني مثلا معلش هنقف هنا شوي التأثير بتاع ساكوس متى اتكلمت علي ده ده بيأثر على العضلات والوصولات العصبية للمخ يعني المرض احنا نتكلم فيه ده وهو راجل عنده جهاز عصبي ما شاء الله متكامل وعنده العضلات متكاملة الحمد لله لان هو وصل لسن معين مش سنة مثلا ولا ستتشعر فاكيد العضلة مش بتتعب دكتور فيه اشارة بتيجي من مخ للعضلة على حد علمي ان العضلة المخ بتدول اشارة للعضلة فيها مشكلة ما ده اللي احنا بنكلم فيها كابت النادر ما قال انت لو انت عندك حالة نفسية سيئة فالمخ مش هيشتغل كويس فانفة بالتالي اتصاب انا شخصيا اتعرضت كنت فيه ماتش انا نازل اسخن بيقول المداري بسخن جيت اسخن جالي شد في الخلفية وانا بسخ يعني زعلان والمجار يبقى لها لساعتها يعني ربنا يديه طورة لهم قال لي عشان انت زعلان جت لك الاصابة اه فيه ارتباط فانت لازم يعني يبقى دايما حاولوا يبقى فيه جوم الفرش كده وانتوا نازلين الملعب اه حماسة وشدة والتزام لكن ما تشدوش نفسوكو زيادة على زوم ولو فيه حالة تتكلم مع الكابتن صابر نسمع معز وليد انا اسمي معز وليد مواليد الفين وسبعة مركزي اه باكليفت وحب اشكر كل اللي وارف معايا كابتن صابر وكابتن احمد وكابتن محمد وبابايا طبعا امامتي انت مش عايز تشكورنا انا كمان دايب فلي كبات حبيب صاد للمعز عايز اسأل سؤال ازاي عالج المرض ده مرض ايه ربا عليك السايكوس السايكوس ومسك تعالج بقى المرض بحاجتين اول حاجة تفتح قلبك انا اقول لك كلام انت ضده تفهمه لباباك لمامتك لاختك الكبيرة للكابتن صابر بدام انت بتسك فيهم في حاجة زعلتك بتروح تقول له الله واحد اتنين تلاتة انا زعلان تفهمت دي يعني ايه مش هزعله حاطت في نفسي انا بقول لك الحاجة دي اول حاجة تاني حاجة حاطتلك دايما تبقى ايه متفائل يعني حتى ملعبتش المطش ده الكابتن سايكوس ملعبتش ماشي مش مشكلة كابتن صابر لا فيه تفائل وفيه تحدي مع نفسي خليك متفائل دايما لان اي زعل يا جماعة بيأثر على الدنيا كلها يأثر عليك وهتتعوى فبدام ده كده افتح قلبك انت بتحب مين اعرب ليك ناس في الدنيا هنا بابا وماما طيب خلاص كلم مع بابا كلم مع ماما قول اللي جواك وهم هقدروا تستغفوا معاك على قد خبرتهم يعني يعني اهم حاجة تتكلم وتقول تتكلموا يا جماعة تتكلموا بلاش الغضب الداخلي ده وبعد كده بيحصل المفجار ده بلاش منه طيب دكتور خلصت الفقرة الاولى هنتفضل هنطبع على الفاصل عزيزي المشاهدين هنخرج لفاصل وتقرير من بطولة برنامج لامسة والعبة نرجع عليكم تاني بعد الفاصل انتظرو اهلا بكم عزيزي المشاهدين بنادي انفارت بحلوان ولسه مكملين دوري الافيدانيات باشراء افتارتنا عبد الرحيم وكبت النادر في برنامجكم لمسة ولعبة ومعانا اللعبة 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 النهاردة اسمها جاي جاي وانت محمود اه اي رأيكم في المبارة النهاردة كويش الحمد لله يعني تمامك التمام نفسك تبقى زي مين كيستان وانت محمد صلاح علي صوت محمد صلاح ايوا كده اعطبي 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 ترجمة نانسي قنقر 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 مرمى الشارك في البطولة المعارضة اسمك ايه؟ علي محمد ايه رأيت في المطر؟ المطر كان حلو الصراحة طب و ايه رأيت في المدرب؟ المدرب هو اللي مخميني يضع كده و مشاتني هو حلو خويس مين مسلك الاعلى؟ مجدي عقوب اشتركوا في القناة 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 في الدارة دينا 50 كويس وخلص هلقى وشكنا على السعود وربنا يوفى ان شاء الله خلاله الله يبتلج منها جدا جدا وتمنى ان شاء الله يتعمل المنطقة كلها هل ترجع الحد معي؟ والله يوجل املياء الامور ويوجل الناس المسؤولين لهم يعتمون بالنشرة لما يركزوش عن الناس الانجيال الاغنية ولاد الناس الاغنية انا مجدد الناس في قراءة على قديهم برضو ما فوجنا نفسح لهم مجال نفسح لهم مجال يعني وبدو من خلال القناة الصحة والجمال برنامج يومسا والعبة بصراحة احنا شايفين دي احسن برنامج من نسبانها من شلال البيضة اللي احنا نقادي الدول بتاعنا ورد الدول وفا ان شاء الله ان انا جميع ومشاهم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله شاء الله احنا ان شاء الله احنا انا نكون امتعد بطولة واثنين واحد لفرقة الدولي واستنونوا في تقارير اخرى من كل محافظات مصر كانت معيكم رانيا تورية في برنامجكم لمسة ولعبة أعزائي المشاهدين ورجعنا لكم بعد تقرير من بطولة برنامج لمسة ولعبة للأكاديميات والنشئين مع الدكتور إبراهيم كنا بنتكلمة دكتور إبراهيم عايزين نعرف منك تأثير السايك وصومتك على لعبين كرة القادمة طيب أول حاجة التأثير على اللعيبة التفكير السلبي يعني بيخلي اللعيب دايما بيفكر سلبي حالة مزاجية مش مستقرة ودي بتأدي طبعا كلنا عارفين أن اللعيب الكورة ما كانش في حالة مزاجية كويسة زي احنا بقولون باللغة الكورة ده اللعيب ده فايق اللعيب ده لأ النرده مش فايق الحتة الفائق مش فائق زي ما هم بيقولوا دي النهاردة هو ده الحالة المزاجية بتاعته ودي بيغلخصها أكيد هو فيه عنده تفكير سلبي قبل ما دهوه تفكير سلبي يعني ايه تفكير كده ما فيهوش تفائل ما فيهوش حماسة ما فيهوش إيجابية تفكير ده السلبي فيه العكس بقى أنا النرده مكسل شوية المطش سهل في الدنيا ماشية فده أول حاجة الحاجة الثانية اللي هي إصابة اللعب كمان بأمرات كتيرة زي اللي احنا ذكرناه يعني اللعب مثلا عنده كولون عصبي بقى عصبي طبعا يجي في الملعب بطن واجعه بطن واجعه يعني ايه يعني التركيز برضو مركز مع المرس بتاعه يقولك طبعا عايز ده أطلع طبعا أعمل ايه طبعا أسوي ايه دي برضو بتأثر عليه فلازم نحميه من الموضوع ده في التركيز الحاجة للمشكلة بقى الرهيبة التأثير على العضلات والوصلات العصبية للمخ يعني ايه الكرة القدم كلها مجوب بدني دلوقت حتى يعني اللي يقل بدنية بقى تعمل مهمة أو 70 والحالة فنية 30 فلما توصل للعضلات والوصلات العصبية ان هي ما يخشش ما تعملش بجد طب ده هيجر ازاي فاهمني لان الحالة النفسية بتأثر العضلات مثلا بتعمل لها ستريتش بيجيب لها شد بيتحصل تمزقات بيحصل لها حاجات دي فدي برضو خطورة الحاجات السايكوسيماتية في المجهود البدني ومجهود العضلي اللي بيبزله اللعيب ألام المفاصل يعني واحد عنده ألام مفاصل جاله ألام مفاصل لعيب كور هتقول لي بجد وطلق اه كابتن مؤمن زكريا قالك انه رجبتي واجعاني جدا وكل ما عمله عليها اشعة يقولك مفاش حال هل تكرر الإصابة في نفس المكان ده برضو سبب نفسي؟ ممكن لا دي هنتكلم عليها بقى ان شاء الله الأسبوع الجاي في حاجة اسمها الفوبيا الخوف بقى الخوف من الإصابة يجيب إصابة خوف من الاشتراك يجيب إصابة ده حاجة تاني أخير حاجة بس ارتفاع نبضات القلب برضو لقدر الله حصل له خوف هلع عنده توطه عنده مشاكل مع زوجته عنده مع أولاده عنده ضغط في الموسائل المادية عنده حاجة فهو عمالي زي بالبلد كده بنقول يعني ايه محترك داخلي نحن بسبب كده الاحتراك الداخلي وما حاجش حاسس به مش عايز يتكلم فبالتالي يجي يلعب يجي يعمل نبضات قلب بتسرعبوك يجي له زي أزمال بالقضاء الله فبالتالي في بعض اللاعبين بتلاقيه ده في الملعب سرحان هل ده برضو خضع للعملية النفسية؟ بيفقش لما المدربي يندع ليه يندع ليه باسمه؟ ما هو فيه تدريبات للتركيز ومن ضمن الحاجات اللي هي بعملها السايكولوجي بيمرن الأولاد والأطفال الجمال دول على التركيز من سرهم فيه حاجة فيه تامرنات اسمها اللي هي التدريب اللي فيه بالانس عنده؟ تدريب فأهمني؟ يتدرب ازاي يركز ازاي ينزل الملعب ما يفكرش في حاجة تاني بالبلد كده بنقول يفصل شوية فأهمني؟ لأنه فيه برضو مدارب نفس الحكاية بره عنده مشاكل وعنده بتاع سرحان برضو يعني هو مع الفرق لكن سرحان في حتة تاني فده برضو من ضمن الحاجات اللي بتأثر برضو للسرحان والكلام ده انت لما بتبقى سرحان دلوقتي بتفكى في حاجة تاني؟ أكيد يعني؟ أكيد فهو اللي سيكولوجي شغلته إنه هو إيه؟ عمل التوافق يعمل لك حيادية نفسية بس هيفصل لك شوية بالبلد كده يعني نفصل عن الضغوط النفسية والحاجة خلينا نركز في شغلنا وبعد كده إن شاء الله إيه بعد ما نخلص مثلا نشوف إحنا عندنا إيه والحاجة كاي زي طيب أنا كنت عايز أراحب بس بالأشبال أكاديمية الفتا الزهبي اللي انضموا لنا في الفقرة الثانية برنامج لمسا أو لعبة وسيكورة كنت راح بصابر سيد لعبة أكاديمية الفتا الزهبي أنا أسألن بك يا صابر ومعاز عصام لعبة أكاديمية الفتا الزهبي أيضا زاكي يا معاز ومحمد متحك أنا أسألن بك يا محمد وعمر سيد وعمر ساني أنا أسألن بك ومنورت برنامجي تفضل يا كابتن صابر أتكلم مع الدكتور كتازك دكتور أبله أي كلام أنا بحب أشكر كابتن نادر والكابتن عبر حيما على الدور اللي عمله عندنا في حلوانة أه دورة كميرة والبشر الله عليهم يعني الدور اللي عمديني ده في جد يعني الأمم الناس والأمم الدنيا ومطشات كويسة الناشئين وتجارب دي الحاجات اللي لازم بتاعدي دي الحاجات الجمعية الجميلة دي لازم صراحة دي لازم صراحة أحب طبعاً وإحنا هتنحب إن إحنا عايزين أن نساعد الشباب والناشئين والبراعم بأكبر قدر إحنا نقدر نساعد دي وده دورنا وده واجب علينا إن إحنا نعلم وعمل جماعة جميل ومشكرك يا كابتن أنت الله يترمك يا حبيب واحد عايز أعود في مكانه ده ساعتين تلاتي الله يبغيكم إحنا عبل ما نخش للأسئلة هنخرج لتقرير ناشا نرجع عليكم تاني أعزائي المشاهدين هنخرج لتقرير نرجع عليكم تاني انتظرون شكرا 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 عندك في القاسي تكلم فيه تاني مع الدكتور إبراهيم كنت أقول لك الدكتور إبراهيم يعني يا ريت تعمل المحاضرات دي بكل أنبية مصر تبقى معتمداً من التحاضرات احنا بالنادي بداية كنت نصابر والله يا كنت إذا أعملت المحاضرات دي معتمداً من التحاضر كورو شهادة أساسية شهادة دي والسيو شهادة أساسية هتفيدي الناس جداً أولاً نشكر لحضرتك بس إحنا المشروع اللي أنا كنت متقدم بيه وعرضنا هنا مع فيلمسا ولعبة وقلنا إن فيه دورة للمدربين حاجة دي مهمة جداً ونشدنا التحاضر كورو أنا حالياً كتبت المشروع بتاعي ومستني أنا هقدمه من مين شاهدت تحاضر كورو في مشاكل دلوقتي ومترجمه دلوقتي إنجليش فرنش يعني إنجليزي وفرنساوي وأنا هبعته للتحاد الدولي يعني فهمنا لأن ما حد يقول الاتحاد الأفريكي اللي هيسأل فينا يعني بالتحاد بلدنا لو ما سألش فينا خلاص إحنا هنتقرب أنا مضطر راسباً عني إن إحنا هنعمل لكن أنا أقول لك إن النادي الأهلي بقى أخد خطوة في الموضوع ده خطوة كويسة جداً إن النادي الأهلي هيكون أول نادي في مصر كان الكابتن عمري أنه قبل كده اتفقنا على حاجة كده معينة والنادي الأهلي هيبقى هو اللي هيطبق التجربة يعني خد القرار خلاص بالموضوع ده ورحبا نتكلم فيه بالتفاصيل بقى إن كم شارك الحلقة في الموضوع يلا أبداً يلا أبداً بسم الله الرحمن 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 الرحيم اسمه معاذ عصام لا أعلي صوتك بقى عم معاذ مركزي سردباك سردباك؟ ما شاء الله أحب أشكر كابتن صابر وكابتن محمد سامير وكابتن محمد عشر وكابتن نادر ومامتي وبابايا شكرا معاذ شكرا لها عايز أسأل عايز أسأل لو أنا مثلاً مكتئب في البيت ومش فاق أعرف أروح التمرين إزاي؟ والله أنا ما سمعتش كويس مكتئب مش عايز أروح التمرين أقول لك حاجة فكرة جميلة قوي لو قعدت مكتئب في البيت عايزيني الاكتئاب تنعمل إيه بقى؟ نقوم وغسلين وشنا وجابين شفط مية كده ناخد دوشة حلوة فريش وطروح تقول إيه لأ أنا أروح أغير حالتي دي بقى الاجتئابية دي اللي أنت بتقول عليها وتكتئف في السندة إزاي مش عافظة يبقى أنت تروح التمرين التمرين بقى أما تجري الاجتئاب ده هيفك فتروح التمرين أحسن عند الكابتن صابر طيب أخذ سؤال من محمد متحد ناشا تفضل أنا اسم محمد متحد اسم محمد متحد برعب المدافع بحب بشكل كابتن صابر وكابتن محمد سمير وكابتن أحمد عشري ناشاء الله وعندي سؤال لحضرتك إن اللاعب مثلا بيلعب بفاع لما مثلا يغلط غلطة وتتسبب فجون يتعامل مع الزمع اللاعبة اللي تتكلم معاه وكده ده سؤال مؤم جدا إحنا تكلمنا المرة اللي فاتت في الحلقة اللي فاتت عبد الحاجة اسمها جروبوك يعني العمل الجماعي الفرقة كلها مسؤولة ما الفرقة بيروح يضعها واحدة واثنين وثلاثة ها وما حدش بيجي ده يعني المدافع يجي يغلط واحدة يشيل هو الليلة صح كده صح خسر الفرقة لا ده بقى شغل المدارب شغل المدارب ان يخليكوا كله المدافع يغلط زي ما المؤجم يغلط زي ما كلنا هنغلط الغلطة غلطة فريق مش غلطة واحد وما تحملوش يجي لولد طفل وصغير يجي يعمل واحدة ليش ها ولا حاجة تخش الجون يقعد يقول له انت السبب دي حاجة هنخش بقى في التنمر وفي الاضطهاد وفي حاجات تانية كتير اللي عبقى يفكد صغته بنفسه هنعمل ايه يبقى كلنا واحد مش غلطتك انت تغلط انت يبقى محمد غلط وعلي غلط وبراهيم غلط وسيد غلط سيد غلط يبقى محمد غلط كلنا كده مع بعض واحد بمعنى صح خد الكلام ده وقوله لزميلك والكابتن سابر ان شاء الله يبقى اولوها لكم سؤال من عمر سيد انا عمر سيد بتمرم في اكاديمية الفاذة الزهبي وحب اشكر كابتن سابر سيد وكابتن محمد سامير وكابتن عمد عشري واشكر محمد غلط وعلى وقفتهم معايا وآآ بسيلا الله عليك انا مثلا انا مثلا جاي من البيت تعبان ومش قادر يلعب ليه؟ اه تعبان ايه تعب جسمك لواجعك ولا ميتدايق كده مش عافي وكاسلام بقى جسمك واجعك من التمرين اقولك ببساطة شديدة بالنرد العلم الحديث قالك انت مش عايز تتمرن بتروح للك كابتن سابر ها؟ بتقوله والله انا مش اطبع هيقولك ايه؟ كابتن سابر ساعتها هيكون عنده خطة بديلة هيقولك تبلف 3-4 لفات اعمل استشارتها وتفضل ايه؟ روح ما تقلش على نفسك لكن في حاجة انا عايز اقولها لك بينه وبالنفسك لسه احنا بدري قوي على حتة لا انت محتاج التدريب دلوقت احتاج كل تدريبة كابتن اديها لك عشان تفهم التاكتك الكورة الحاجة فمبدأش تمرين عليك تعبان شدة على نفسك شوية ننشف شوية بس احنا بقى بنقوم بدري وعايزين ينام بعض الدور وكورة وكابتن هيقعد يزعى وليجري صح فانا تعبان مش عايز اروح صح فانت اروح عن نفسك شوية بس لما كنت تعبان فعلا تروح تقول الكابتن احسن يا حبيبي لما يجيلك لقدر الله يجي اي حاجة تروح لكابتن احسن كابتن ساعة التمويل خفيف وستشغيل وشوية استريتشات كده وتفضل وقعد بقى في الهواء نسمع عمر انا عمر سامي بحب كابتن صبر وكابتن عشري وكابتن سامير كلمتين جسم دي بروح الاكاديمية بأمروح جسم دي بيجعل خالص بعد التدريب بعد التدريب انت بتصحى الساعة كام الساعة السابعة كده بتروح المدرسة صح؟ وبعد كده ما بتنامش بتطلع على الاكاديمية على طول صح؟ طب انا هقولك بقى بص يا جملة التمرين اللي ما وجعش جسمك يبقى مش تمرين يعني التمرين انت مش رايح وشايف ان دي وجعك ودي وهل كان وفهمنا يبقى انت متمرنتش لكن كده يبقى التمرين لا كابتن والله عندنا مدرب كابتن محمد سامير الراجل ده اسألهم كده لعيب لعيب يعني معهم فيه التمرين ايوان انا بقولهم التدريب كويه ولما يتعب اللعيب اللي يروح بص يا حبيب لو روحت لو روحت زي ما جيت يبقى ايه لكن وجع ده يعتبر ان انت بتتمرن كويس طب تديني التنويات دكتور ربيم على موضوع الكابتن عمرى انور والله كابتن عمرى انور اتصل تلفونيا وقالي ان الكابتن سعد عبدالحفيز مدير الكورة في النادي الاهلي مضى على الجواب اللي هو التجربة اللي انا هنعملها ان شاء الله جوى النادي الاهلي انا ان شاء الله هروح وهنمسك وكابتن ذكرية اوصى ان هو يبقى قطاع النشرين كله مش فرقة العشرين سنة بس شكرا لك يا ابراهيم شكرا لك يا ابراهيم شكرا لك يا كابتن صادح مشاكلة عزي المشاهدين وبك ده يكون نصر لنهاية حلقتنا النهارده انتظرونا هو حلقة جديدة من برنامدكم لمسة ولعبة